مساء الخير عليكم حاشتوني جدا بقالنا كتير قوي ما طلعناش وتكلمنا مع بعض لكن انا حبيت كده لما جيلكم نهارده ايجي كده وايجي مش فاضية زي ما بيقوله نهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا هو لغة الجسد ازاي ارى اللي قدامي ازاي لما اتعامل محد ابقى عارفة الشخصية دي عبارة عن ايه زي كده ما بنهتم كده بالابراغ وتبقى عايز تعرف صفات البرج اللي قدامك عشان تعرف تتعامل مع الشخصية اللي قدامك النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة خالص من خلال تصرفاته من غلال ملامح ويشه انا هبقى درسة الشخصية اللي قدامك كويس قوي لكن هيكون معنا رائد علم تحليل السلوك الدكتور حسن الشاهد اهلا بك يا دكتور منوارنا طبعا انا بعتذر لاني نصوتي ضيع عندي شوية برد بس يعني تمام الحكاية هتمشي يعني زي كده دكتور الحمد لله تمام حمد ايه اخبركو كلكو ايه الحمد لله تمام ايه حكاية بقى الناس وعلم الفراسة وابتدت الناس مؤخرا تهتم جدا بعلم الفراسة لان بقى حاجة مهمة جدا في التعاملات اليومية بيننا يعني دايما الناس بتتخدع في تعاملاتها مع الناس اللي قدامها يعني بعد ما بتتعامل مع شخص كده بعد فترة بتلاقي بقى ان الصفات ابتدت تبان العيوب ممكن تبقى فيه مميزات انت مشايفها ابتدت تشوفها او العكس عيوب ابتدت تظهر وانت مكنتش واخد بالك من ده لكن مع ان في قدامنا علم من اول مقابلة ممكن يحدد لنا كل ده حقيقة فعلم الفراسة هو علم قديم طبعا جدا جدا ومش العرب بس اللي تكلموا عنه ولكن يمكن من ابرع الناس اللي تكلمت عنهم من العرب ولكن ليه قرين كده برضو في الصين اسمه المياني تشان او السيان ميانج اللي هو علم الفراسة الصينية وبرضو في الغرب تكلموا عنه يمكن من اكثر الناس اللي بدأت انها تتكلم في الحكاية دي اول الناس اللي احنا نعرفها يعني أبو كراتو أرستو في كتاب الطب الكبير لما تكلموا أن الملامح بتاعت البني أدمين تقدر تحدد كتير من الصفات بتاعته ففعلا أنت تقدر تحدد كتير من صفات الناس لو أنت عندك قدرة على قراءة الملامح بتاعتهم تقدر تحدد كتير من سلوك الناس لو أنت عندك القدرة على مراقبة الحركات اللي بيطلعوها بشكل تلقائي أو غير تلقائي يعني وتقدر أن أنت تفهم الدافع بتاعتها إيه ليه هو تحرك بالحركة دي في الوقت ده ساعتها ممكن يدي لك تفسيرات للحاجات كتير جدا جدا ويعني تقلل نسبة ان انت تقع في الخدعة أو حديدها كاليك طب أنا كعلم فراسة أو كعلم ملامح الوجه أنا أقدر أستفيد منه في غير حياتي اليومية غير تعاملاتي مع الناس يعني هل أنا أقدر أستفيد منه أنا كولاء مثلا في ملامح وجهي أنا أقدر ألعب بيها لو أنا مثلا أستفيد بيها في حاجة معينة ولا أنا أقرأ لقدامي بس من خلال ملامح وجهه طيب خلينا بس نقول نجيب الحكاية من برق جوة هو علم الفراسة في الأصل أو معرفته يعني لو احنا هنعرفه وفقه للمعجم والقمص هو التحقق والتضكق من الأمور واصطلح العلماء عليه أنه انت تقدر تعرف بواطن الأمور من خلال ظاهرة فهو أقرب ما يكون إلى المنهج الاستنتاجي أنه انت تبص الحاجة وتعرف من الحاجة اللي ظهر قدامك إيه الخبايا بتاعته مش بس على البني أدمين ويمكن العرب عندهم باع طويل قوي في الحتة دي ولكن اللي كان شادة هو كان علم أصلا العرب هما اللي اكتشفوه مش الصينيين لا الصينيين كانوا من قبلنا طبعا يعني الصينيين عندهم كده علم الفونج شوي وعلم الأبراج الصينية وعلم الأبراج الفلكيات حقيقي من ضمن برضو الروم اللي هتموا بها كان علم الفراسة أو قراءة الجزء جدا لدرجة أن هما كانوا بيختاروا الناس اللي هتبقى في المدرسة الإمبراطورية وفقا للملامح بتاعتهم ملامح الواجه ملامح الواجه يعني الطريقة الغربية لحد ما بدأت تهتم قوي بنقطة إن أنا أحط الكلام ده في المعمل فما يقاص بالمعمل نقدر نسميه علم اللي برا كده ما نقدرش الصينيين يعني رجعوها أكتر أنا عايز أقول بس إن أرقام التلفونات تنزل على الشاشة لو حد عايز يتصل بالدكتوريس على أي حاجة تقدروا تتشرفونه باتصالكم بقام الله الصينيين طبعا رجعوها أكتر اللي حاجة اسمها لعناصر الخمسة إن هو يحدد الوش بتاعك يقول لك الوجه ده مائي الوجه ده هوائي الوجه ده ناري يعني زي الأبراج كمان يعني الوجه بيتقسم مائي هوائي ناري طب ده بيبقى نتيجة إيه بقى؟ بصير نتيجة ارتباطه برضه بالأبراج أو بسنة الميلاد ولا نتيجة بعض الملامح هي الأبراج اللي مرتبطة بالعناصر أما قسموا الأبراج وفقا للعناصر وقسموا الأعضاء الداخلية وفقا للعناصر أقسم الأعضاء الخارجية وفقا للعنصة وأعطل كل عنصر أو فعليا يعني كل عنصر يحمل مجموعة من الصفات فأنا أفترض مثلا أن الشخص ده عنصر وجهه ناري اللي غالبا هيكون برضو البرج بتاعه ناري الشخص ده هتلاقيه دايما سريع الحركة دايما ردود أفعاله سريعة أفكاره ما يحبش فيها بطء ولا روتين هو الطبيعته الطبيعة النارية بالمنذة حد أكتف جدا وشغال على طول مثلا عكس تماما الشخص اللي بيكون عنصره مائي بيكون شخص مرن بيكون عنده القدرة على التواصل مع الآخرين واحتواءهم عكس مثلا الشخص الخشبي أو المعدني بيكونوا صلبين شوية في الرأي بتاعهم عنيدين لحد ما ما تقدرش نتغيره ده ترابي ولا ترابي حاجة تانية الترابي والمعدني فسيمكن الترابي لين أكتر من المعدني كل عنصر عمتا وفقا للدراسة الصينية بيحدد بقى مجموعة من الصفات سواء انت بقى حد تقسع عن طريق الأبراج حد تقسع عن طريق الملامح بتاعتك عن طريق الأكل حتى يقولك الأكل ده ناري أو الأكل ده ترابي ولكن ده هوي طب هل ممكن شخص يتغير مثلا من خلال ملامح وشه من مائي لترابي أو معدني يعني حسب الموقف اللي بيمر بيه ممكن هو يتلون ملامح وشه وهي دي بقى الموطة للأسف بتسبب خلل عند معظم الناس انه والله مثلا أنا لو هتكلم في علم الأبراج أنا مش من محبزين يعني الكلام في علم الأبراج أكيد هجيبه حد بيكون ببساطة انت بتقول أنا موليد مثلا يوم كذا طب موليد يوم كذا ما عندي كتير موليد يوم كذا ليه ما بيحملوش نفس الصفات لأن في صفات موروطة عندك انت وده الكور أو الأساس بتاع علم الفراسة احنا دلوقتي حاليا بعد سنين من الاكتشافات اكتشفنا ان علم الفراسة علم صحيح لأنه بيكلم ببساطة عن الشفرة الورصية بتاعتك الدين ايه الدين ايه اللي انت بتورثه من باباك ومن مامتك بيحمل مجموعة من الصفات الصفات الورثية بتاعت وشك والصفات الورثية بتاعت أخلاقك ده اللي قدرنا نربطه مؤخرا يمكن من حوالي 100 سنة أو 200 سنة كنا بنتكلم في حاجة أشبه بالخزعبلات انت علم الفراسة ده شبه علم التنجين بكنش بنت ملامحه أكتر خالص والناس الصينيين طبعا كانوا معتقدين جدا بالفلسفة بتاعتهم والثقافة بتاعتهم وأصحاب العلم ده كانوا معتقدين كده ولكن فيه كم نظرية نزلت في علم الفراسة أضعفيته شوي يعني هو أصلا بداية علم الفراسة كعلم كان حاجة اسمه الفيسيوني وبعد كده بقى حاجة اسمه الفيرسينولوجي وبعد كده بقى حاجة اسمه الفيرسينولوجي فالفيرسينولوجي كان علم قوي ولكن مالوش أدلة كتير الفيرسينولوجي كان علمه ضعيف وللأسف للأسف أصحابه بهدلوه جدا يعني الفيرسينولوجي لما جم كل واحد عايزة فعب نظريته عشان ينسب العلم دليل بس أخيرا بقى يعني علم البرسنولوجي بقى اللي احنا نعرفه دلوقتي لأ متقدم جدا ونقدر نزبط يعني صحته بدقة 92% لو هنيجي بقى نتكلم على ملامح الواجهة يعني مثلا أنا كنت قرية قبل كده إن مش شافة من خلال الحواجب العريضة دي لها سماء الحواجب الروفية عليها سماء مش شافة وسع العين دلي معنى القورة العريضة دي لها صح تكلمنا بقى عن كل تفصيلها كده عشان الناس تقدر تحللنا كده وإحنا عادي طيب خلينا بس نرجع تاني ونقول إن الفراسة مبنية على فهمك للحجينات بتاعتك أو للصفات الورصية ولكن انت سألت سيقول مهم جدا هل ممكن الإنسان يتغير؟ آه ممكن الإنسان ممكن يتغير جدا لأن بساطة أنت ممكن تتعرر لمواقف المواقف دي تغير من فكرك أو تغير من الطريقة بتاعتك أو تغير حتى من ردود أفعالك وهو ده اللي بينتج مني أو بينتج لي من تصرفاتك وبالتالي أنا ممكن أعرف صفة هي مش موجودة فيك أو بمعنى أصح هي موجودة فيك ولكن مش متفاعلة يعني إيه؟ يعني أنا كماني آدم ودي إحصائية اتعملت في جامعة ستينفورد بتقولك إن مجموعة من الجينات المعينة لو موجودة فيك فإنت نسبة إنك تقتل بتزيد بـ 85% ولكن مش كل الناس اللي عندهم الجينات دي يقدروا يملكت أنا مش متفاعلة أو حاجة ذات بزياد فمعنى إن الصفة الورصية موجودة جواك مش معناها إن أنت بتستخدمها طب إيه اللي بيزهر على الوش؟ الصفات الورصية عشان كده ما تقدرش تحلل حد بحاجة واحدة يعني مش بعلم الفراسة بس لازم تحللهم مثلا بعلم الفراسة وعلم تحلل السلوك الحركي أو الكنسس أو المعروف بإسم الـ Body language لأن فيه ناس طب الناس يتهمل عمليات تجميل هل كده صفاتهم بتتغير؟ بصي بقى إحنا عندنا حاجة معها للمسير والاستجابة لو حضرتك خدت صفات معينة وشك هيبتدي تشكل بنفس الصفات دي ولو وشك حصله تغير لشكل معين فإنت صفاتك حتتغيرها لكن على المدى على المدى بقى من خلال يعني مثلا فيه ناس بتبقى معندها مشكلة في ملامح الوجب ما بتعمل عمليات تجميل فبتبقى أحلى فبتكتسب ثقة أكبر في النفس بالضبط كلا فده بيديهم بيغلي صفاتهم تتغير وبعدين إنت ممكن تكون مثلا عايش في دولة وبعدين تتنقل تروح تعيش في دولة تانية بمناخ تاني بأكل تاني بظروف طبيعية تانية بضيئة سرائية يأثر عليك في الشكل ويأثر عليك في الصفات بلاش إنت لو جوزت حد بتحبه المدى طويلة وششكه بتتقارب بتحسن ركبهته على بعض بالضبط حتى إحنا بنقولها حتى في المسأل كده من عاشر يوم أربعين يوم لأن فعليا إنت لما بتعاشر الناس بتكتسب من صفاتهم بس زي ما رجعنا تاني في صفات أساسية سابتة وفي صفات يمكن تعدل طيب إحنا نقدر نعرف إيه بالفراسة أولا نبس مال الفراسة أتكسر الفاق عشان حيطة ديه مواثرة طيب إيه الفراسة إيه مش الفراسة طيب نقدر نعرف إيه بعلم الفراسة تقدر تعرف حاجات كتير جدا وفقاً لعلم البروسيونجي بقى اللي هو خلاص إحنا أثبتناه في المعامل في حوالي 68 صفة ليه من نسبة دقة تتخطر ل 92% لو إنت فيك الملمح ده فغالباً بنسبة 92% في الصفة دي طب أدرسها إزاي أو أقسمها إزاي أولاً لما تيجي تبص الحد زي ما اتفقنا برضو هتبص من بره الجو فحضرتك هتشوف وش شوف الأول هل النصين بتوعوا متطابقين ولا لأ دي أول علامة أنت بتشوف متطابقين يعني يعني أن العينين قدام بعض العينين نفس الشكل الحواجب نفس الشكل ففي الغالب يعني تقريباً 80% من الناس أو أكتر ملامحهم في عندنا نسبة الاختلاف بقى دي لأن كلما نسبة الاختلاف بتزيد كلما الموضوع بيكون أصعب جواك بيكون في صراع داخلي لأنه وفقاً للعين المصيني واللي أكد عليه فحضرتك 50% من صفاتك جاية من الأب و50% من صفاتك جاية من الأم وده بيظهر في وشك نص وش حضرتك بيكون تابع للأب ونص وش حضرتك بيكون تابع للأم فلو فيه اختلاف ما بين الاتنين إذا أنت عندك صراع ما بين صفاتك دايماً فتلاقي نفسك عايز الحاجة وعكسة تلاقي نفسك خدت القرار وبعدين بترجع فيه ده يعني اللي هو أقرب للجوزاء مع أننا بحب بتوع الجوزاء آه لهم هاكل شوية بحال كده زي الشيتة كده اليومين آه بالضبط لا الشيتة تقريباً ما جايش من النهار ده بس فدي أول حاجة أنت بتاخد بالك منها أنك تشوف الوش بتاع الشخص اللي قدامك لو مختلف تماماً يعني ممكن أكتر الناس دكتور عزة تبعوف لو نقدر نجيب صورته هتلاقي أن الوش يمين بتاعه مختلف تماماً عن الوش بدرجة أن انت لو فصلت الوشين يعني لو على الفوتشوب مثلاً ده إيه يعني لو أنت خدت صورته قطعتها اتنين وحطتها قدام رأي أو عدلتها بالفوتشوب هتلاقي ده شخص وده شخص تاني خالص خالص فده معناه أن فعلاً فيه صراع نفسي كتير كبير جو طيب هل دي التقسيمة الوحيدة اللي بنقسم بيها الوش لا بنقدر كمان نقسم الوش تلت مناطق رئيسية منطقة الأولى من الجابها من فوق من منبط شعر لحد الحاجب منطقة تانية من الحاجب لحد الأنف منطقة الثالثة من الأنف لحد أخير الده فيه قاعدة اسمها قاعدة فاية اللي هي المفروض حضرتك وشك معمول بها كل حاجة تتناسب مع الحاجة التانية بنسبة معينة بنسميها نسبة الزهبية فالمفروض أن منطقة حضرتك قد ودانك بالزبط تعلم؟ أه قد للحاجب بتاعتك كل ده المفروض متساوي بالزبط للفارق ما بينه نسبة واحدة سبتة دوة تيبقى معناها شخصية سوية كلما كان النسب متساوية جدا كلما كان الشخص ده سوي هل دي رجال منها مقياس الجمال؟ بالزبط هي أصلا النسبة الزهبية دي هي مقياس الجمال اللي اترسمت بيها لوحة دفينش الدكتور رئيسة بقفها هو جبور أيوة هي الصورة دي بالزبط لو إحنا أسمنا الوشين حاول يعني أنت كمشاهد تشوف الوشين بتاعته هتلاقوا مختلفين تماما أبعاد مراش ممكن نعرض الصورة تانية أيوة ممتاز جدا بص هنا الحاجب اللي على الجانب اليمين مرفوع شوية مختلف تماما حتى العين وزاويتها حتى المناكين حتى الودان بأشكالها كل حاجة مختلفة تماما تماما حتى الفك والفك ده هنتكلم عنه دلوقتي ده خارج شوية تقريبا لكن ده واحد زاوية حدها واحد بارز واحد ميل شوية لا ما شاء الله المخرج ممتاز طيب معي فريق إعداد قوة لا ما شاء الله بربع عليهم كنا بنقول لي بقعش نسي معي ستوديو نسي وراء الكاميرات لحية إعدادة تقدير طيب الموضوع تاني نرجع لي أنت لما تبتدي تقيس المسافات دي كل مكانت متزنة كل مكانت الشخص ده صفاته متزنة ما بين اللين وما بين الشدة وفقا برضو لعلم اللغة الصينية أو العلم الصيني يعني بيقولك البني آدم عمدا فيه حاجتين اللي هي يين والينج العلامة البيضة اللي فيها نقطة سودة والعلامة السودة اللي فيها نقطة بيضة وبالتالي أنت في صفاتك بتشمل اللي تشمل أنك تبقى طيب وتبقى شرير تبقى صباح وتبقى نهار شمس وأمر وكذا يعني فدي فكرة الوشي طب الثلاثة دول بقى فكرتها إيه؟ زي بيقول لحضرك فكرة الاتزان ما بين الصفات طب إيه الصفات اللي احنا نقدر نعرفها من الثلاث مناطق المنطقة الأولى هي المنطقة الخاصة بالتفكير بشكل عام المنطقة العملية المنطقة الثانية هي الخاصة بالطموح والمنطقة الثالثة هي الخاصة بالمجهود البادني وبالتالي هتكتبت سؤال حلو برضو لو أنا فاهم الفرصة أقدر استفيد بها إزاي؟ أقدر استفيد بها لشخصيتي أنا؟ أه تقدر تعرف مجموعة الأعمال على سبيل المثال اللي أنت شاطر فيها فكلما ارتفعت الجبهة بشكل أفقي بشكل عارضي يعني كانت الأورة عريضة بالضبط كده كانت الأورة طويلة لسه فيه كلما كانت الأورة طويلة كلما كان الشخص ده الأعمال اللي بتستهلك فكر مهمة بالنسبة له أكتر من الأعمال اللي بتستهلك مجهود كلما كان الجزء ده هو الأعراض كلما كان المجهود البدني أفضل وبالتالي أنا لما حب pari اعين حد مثلا في شركة ما عايزه يكون بيلفه وبيعمل المشاريع بحركه وبتحركه فأنا أخذ جزء ده أفضل طب أنا عايز حد يكون محاسب وحد يكون مبدع وحد يكون مفكر طب أنا عايز حد يكون طموح ويكون مفكر فأنا هاخد الاتنين دول أعلى حد يكون مجهود بدني ويكون طموح وهكذا هنا بس يلزمنا نقطة مهمة جدا 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 أهم من أي حاجة لازم تعرف أن لغة الجسد والفراسة مبنيين على قواعد أحد أهم الأسباب اللي بتخلي الناس تشوف علم الفراسة وعلم لغة الجسد أو علم السلوك بشكل عام مش علم قوي هو الجهل اللي بيوصل للمعلومة بالضبط فلما أجي أقولك مثلا زي ما هنتكلم في لغة الجسد إن اللي بيربع إيده مدايق ده أكبر خطأ ممكن ممكن طبع أنا بحيث أن أنا بركز بالضبط أنا ممكن أركز ممكن تكون عادة ممكن أكون بردان ممكن يكون فيه ستة آلاف موقف يستلزم مني يعني ممكن أنا بقعدة بتكلم مثلا أو في مكان في اكتماف المؤتمر وبقعدة كده أنا مش مدايقة من القعدة أنا ممكن يكون مركزة أو ببقى متحفزة أن أنا أعرف علومة أكبر ممتاز جدا صح جدا طب الغلط فين بقى الغلط إن اللي وصل للمعلومة مكانش دارس للقواعد لأن للأسف للأسف علم السلوك مش معروف يمكن في الوطن العربي إحنا أول مكان بنحاول بشكل ما نقول يا جماعة فيه علم السلوك مختلف عن علم النفس ومختلف عن علم الاجتماع طبعا مختلف تماما عن التميين البشرية التميين البشرية هي مصطلح أقرب ما يكون منها لعلم وده معناه أن حداك بتحاول تطور من نفسك عن طريق دراسة أي حق علم النفس هو العلم المسؤول عن دراسة النفس بتاعة الأشخاص وما عرفت بقى الخلل اللي فيها لكن علم الفراسة هو علم السلوك بقى بشكل عام عالم السلوك بقى بشكل عام ده اللي بيدرس كل حركة حضرتك بتعملها الدافع منها إيه وأقدر أعدلها إزاي علم السلوك مقسوم ترت حاجة علم تحليل السلوك علم توجيه السلوك وعلم تعديل السلوك أنا كفرض يا دكتور لما بجأ أنا ما بستخدمش علم الفراسة في حياتي اليومية عند راية ممتازة ممتازة فعلا جدا طب خليه أجابك بس على النقطة بتاعت الخلل الكبير اللي عند الناس هي فكرة إن أنا أخد ملمح واحد أو حركة واحد إحنا قلنا لغة الجسد والفراسة مبنيين وفقا لكواعد الملامح والحركات كالكلمات لا تأتي مفردة أبدا حاجات كتير بربطها مع بعض فبقدر أجيب الشخصية كلها على بعضها صح جدا يعني أنا جيت قولت دلوقتي الشخص اللي عنده مجهود بدني عالي هيكون الجزء ده كبير طب ممكن يكون الجزء ده كبير وهو مش مجهود للبدني عالي ليه ممكن تلاقي جسمه ضخم جدا مثلا فهو مصاب بمرض أو أو أي إن كان فعشان تقدر تحدد المجموعة على بعض لازم تكون عارف إن إنت عايز ثلاث أو أربع ملامح بيدلوا على نفس الصفة أو بيقربوا البعض فمثلا لو كان الشخص الجزء ده عريض زي ما اتفقنا والمناخير بتاعته فتحتها عريضة والصدر بتاعه واسع هنا الشخص إجماليا بيسحب كمية الأكسجين كتير تدرياضي وبالتالي الشخص ده ما يقدرش يقعد كتير من غير ما يعمل حركة خاصة لو كانت رجله طويلة شوية فيبقى كده قرينا الحركات على بعض هنا إنت بتيدي تقرأ نفسك وشوف أنهي مجموعة حركات أو أنهي مجموعة صفات موجودة فيك وبالتالي أقدر أعرف أنهي شغلين أنا بحب إيه إيه الشغلين اللي تنسبني إيه المجال اللي أنا ممكن أدخل فيه يعني في ناس فعلا بعد فترة من شغلها مثلا أو بعد فترة ما فيكون موجودة فيك مش حاسس نفسي في المنطقة دي حقيقي مش شايف نفسي فيها مش كاله هو بيكون اتزنق بالزبط كده وبيكون أفضل سنتين تلاتة في كرير هو مش حبه مضغوط وللأسف طبعا بسبب الزرف الاقتصادي بتاعه بتلاقيه مضطر أسفا إن هو يكمل حياته في حاجة ما بيحبهاش في حين إن أنت لو عرفت من الأول أنا إيه الحاجات اللي أنا بارع فيها هل الأعمال هي دوية هل الأعمال الفكرية هل الأعمال اللي أنا بتسلزم فيها الحركة هل أنا أستحمل أعود على مكتب ولا ماء ولا لازم أتحرك كل الحاجات دي أنت هتعرف فيها حاجات كتير مش بس في الشغل أنت ممكن تعرف ده في حياتك اليومية مع التعامل مع الناس ممكن من أهم الحاجات اللي ممكن تعرفها التعامل مع شرك حياتك بالضبط يعني ممكن تبقى حد بيحب الحركة قوي وبيحب ينزل وبيحب يروح وبيحب ييجي وشخص تاني هو آخره يمسك جورنون أو كتاب وقاعد في البيت ما بيتحرط فده بيبقى فيه روتين قوي أنا عايزة أنزل عايزة أتحرك عايزة أروح عايزاجي والشخص التاني قاعد أو ما بيعملش أي نشاط بيتوتي يعني قوي رب تالي فعلا دي حاجة مهمة جدا لنا قدرها طب إيه تاني بقى في الملامح نقدر نقرها دكتا من أول بقى الشعر هل لو كان مثلا شعر طويل وصحي وزي ما بيقوله سيح كده أو ناعم ثم أو الشعر ده خشن وأقرد أو الشعر ده يعني فيه نسبة أملاح كتير فيه نسبة حديد كتير ده معنى إيه بقى؟ بصي بقى كلما كان ناعم كلما كان الشخص ده حساس جدا وغالبا الشخص ده بيتأثر بأي حاجة ده ده كلما كان الشعر خشن كلما كان الشخص ده عنده القدرة على التعامل مع الأمور بشكل أقوى شوية طيب هل أنا أحكم برضو بدي بس؟ لأ لازم تحكم زي ما اتفقنا بكذا حاجة طيب العينين مثلا كلما قربت من بعض كلما كان الشخص ده صعب التسامح ما بيسمحش بسهولة كلما بعدت عن بعض كلما كان الشخص ده بيسمح بسهولة طيب لو الشخص ده حساس وعينيه ضيئة يعني خلي بالك اللي انت حتقوله حيزي نفسيا ومش حيسمحك بسهولة العينيه ضيئة اللي هي القريبة زي مثلا عين مي سليم كده اللي هي عنها قريبة من بعض؟ ندي كريم تقريباً برضو كلما كانت العينين واسعة عن بعض كلما كان الشخص ده متسامح في الطبيعي المفروض ان عينيك دي تكون سمحة بوجود عين تالتة يعني ان عين هنا وفي عين هنا وفي عين هنا كلما وسعت عن كده كلما كان الشخص ده متسامح بزيادة خاصة لو كانت مناخيره ترفعها من هنا مرتفع لأعلى يبقى الشخص ده غالباً بيحب يساعد الناس فتا خالي بقى لو هو بيحب يساعد الناس ولو عينيه واسعة وحساس دي بقى الشخص ده فعلية حالم ومرها في الإحساس وده تقريبا ممكن يبقى في الأعمال الفنية أو في الأعمال الخيرية وخاصة لو قدرت تعرف إذا كان كريم ولا بيوجد التعامل مع المال لأننا لا بدرش نقول كريم ولا بخيل ده بدرش تحدد الصفات دي من بدون فهم موضوع كبير لأنه أنت حتحكم على حد فعشان تحكم على شخص ما يحتاج تكون ملمة بجميع الصفات فغير الشخص مثلا الشفة بتاعته من هنا بتكون مائلة للأحمرار ووسعة شوية الشخص ده كريم خاصة لو كانت ودانه قريبة من وشه مش متقطقة كده فالشخص ده غالبا ما بيكون كريم ومتسامح ولين وبيحب يتعامل مع الناس خاصة لو وشه ده إلي فده من أحسن الناس اللي أنت ممكن تتعامل معه طبعا بقى الناس اللي عايزة تتجوز أو كمان ده ممكن في الرؤساء أو في القادة أو الزعماء كلما أنت قريت الملامح صح كلما أنت قدرت تختار ممثل عنك بقى أو قائد لك أو مرؤوسك يعني في مكانك سواء أي حاجة بقى أنا عايز أقولك أن حاليا عمليات التجميل بتتعامل بناءا على هذا الأمر بنشوف مثلا الصفة بتاعة الفك عريض زي ما قلنا هنتكلم عنها الشخص ده واثق في نفسه جدا الشخص ده عنده قدرة على تحمل المسئولية وقيادي عشان كده معظم الناس اللي بتلاقيهم بيعملوا عمليات التجميل بيحاولوا يعملوا الفك التعامل في بعض الفنانين فعلا ايوه فعلا ابتدوا أنهما يعملوا الفك العريض شوية حتى ده بقى موضة دلوقتي عندهم بشرط أن نتبني الملامح أنه هو قيادي يعني آه ده تحمل مسئولية كلما كان الوج مربع والملامح بتاعتك عريضة كلما كنت شخص عندك الكدرة حنت تحمل مسئولية على قيادة الأمور طبعا ده بيتوافق مع العند يعني عشان برضو تكونوا واقعين لأن في الأغلب القادة عانيدين بطبعه لأنه قيادي ميحبش حد أنه هو يماشي رأيه عليه وبالتالي كل ملمح قد يعطيك صفة إيجابية ويعطيك صفة سلبية فمثلا قدرتك على التحكم في المال قد تكون إلى حد ما بتقرب من البخل قدرتك على الكرم الواسع قد تكون إلى حد ما شخص أو مسرف بالضبط فكل حاجة ليها واجهين والأحسن في كل حاجة الاعتدال طبعا فطبعا تقدر بالفرصة تحدد الممثل بتاعك تقدر تحدد دقائق بتاعك تقدر تعرف صفات مديرك على سبيل المثال أنا هتعامل مع مديرين ليهم أنماط مختلفة وبالتالي فيه مدير يكون قيادي وصعب المراس وما يقدرش أن أنت وتحس أنه ممكن يبقى استغلالي أو بيستغل الموظفين اللي تحته مثلا باخد معظم مجهودهم أو وقتهم لنجاح الشخصي أنا وانسيبه ليه يعني فيه مدير مثلا أنت يكون صعب جدا التعامل معه اللي هو عينيه دقيقة اللي دقني بتاعة تكون مسلسة كلما كانت تبدأ أنه مسلسة كلما كانت الشخص عاصبي لأنه ده معناه أنه وشه في الأغلب ناري أصلا بقى له شعر أحمر ويعني بتلمع أو شعر يعني لقد تبقى شيطان لا يعني أشقر أحمر أحمر لا يعني أشقر يميل الأحمرار يعني وفيه الجنجر عامة أن اللي هما الناس اللي شعرون أحمر فعلا المهم يعني كلما كان الشخص ده وطبعا الجلده مجدود وبيبقى البشرة بتاعته وإلى حد ما لونها أصفر فالشخصية دي غالبا ما بيكون شخصية نارية فبالتالي أنت حتلاقي ميزة في التعامل معك إنه هو سريع جدا إنه هو بيحاول يبتكر أو بيعمل أجد جدا ولكن عصبي جدا وبالتالي يصعب التعامل معك فقدرتك على فهم ملامح مديرك هتديه لك مساحة جديرة جدا قابل العصبية دي تأوارف أن أنا هتعامل معك دي بزرط ما جيش عصبه مثلا أو واحد مثلا قيادي جدا وعنده صفة من يمكن من أوحش الصفات اللي ممكن قابلها إنه ما يحبش حد يقوله لأ طب أنا دلوقتي عايز أوصل مع هذا الشخص لاتفاق أو أنا مثلا راجل مفاوض أو راجل عايز أعمل دي وهو مش مديري أو الحاجة هو عميل عندي ما جيش بقى في اللحظة اللي أنا هعمل معه لاتفاق وأقوم قيله لأ طب وليه بقى أنت فهمت غلاص مسبقا أن أنت عندك الكدرة أنك تكسب مساحة أو تكسب نقطة تفوق ما تضيعهاش تيدي ده برضو ممكن يفيدنا قرية الواقع في البيع والشراء إن أنا أقدر أعارف الشخص الأدابي هيحب إيه من منتج معين فنقدر روض له المنتج ده صح جدا 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 كمان لو عرفت بقى سلوك المستهدف اللي هو الكونسيمياء البيهيور لما بتدرس بقى لغة الجسد وتدرس الحاجات اللي هي علاقة بسلوك بتساعدك جدا في اختيار الفئة المستهدفة اللي هو البيهيور البيهيور مش بس كده كمان يعني فيه أكتر من حاجة أنت ممكن تستغل لها في علم الفراسة قوية جدا لكن قلتي معلومة مهمة جدا فيه ناس بتشوف إن الفراسة دي مش محتاجة دراسة أنا باخدها بشكل بالواعم كده أو بالمعاشرة يعني بصي بقى هي مش بالواعم هي فعليا أنت هنا محتاج تفهم نقطة إن عندك حاجة اسمها عقل واعي أو عندك حاجة اسمها عقل بطن العقل الواعي المدرك للأحداث اللي بتحصل حواليه وفاهمها وعارف هي بتحصل ليه فالحركات مثلا زي ما حنشرح في لغة الجسد ممكن تتعامل بشكل واعي وممكن تتعامل بشكل واعي نبضات قلبك بالضبط كده أنت مش متحكمة فيها يمكن مش وعية لها أصلا ما تعرفيش إيه دي ولا مدركة لطريقة عملها ولكن هي بتحصل بتحكم من حاجة اسمها العقل البطن طيب هل عقل البطن ده بيتحكم فيها بناء على علم ولا لا آه بناء على علم برمجة كده موجودة جواكي بتقولك حاجة كتير عن نفسك ومدية سلطة عقلك البطن في أنه يتصرف عنه طيب لما باجي أتعامل مع حد وملامح وش هذا الشخص بتدل على أنه هو ماكر أو أنه هو خبيس أو أنه هو بخليل أو آن كان وأنا ما عرفش أي حاجة عن الملمح إيه خبير صلا عقل البطن مدرك تماما الحكاية دي لأنه تعامل مع أكتر من حد شخص فدني نفس الصفة بالضبط أكتر من شخص ليهم الملمح ده إدوا الصفة دي عقلك البطن أدرج ده وعلى فكرة ده نفس اللي بتعمله الأمهات لما تيجي الولد يعيط الولد بيعيط الأم بيبقى عندها كدرة غريبة عجيبة في نهاية تقول ده بيعيط عشان عنده مغص ده بيعيط عشان عايز يتفزع ده حقيقة أو بيقلت حد في حين أن الأب أصلا ممكن ما يبقاش عارف أن ابنه بيعيط تخيل الفارق الفضيع في الكدرات بتاعة الأمهات فالست بتقدر تعرف ده منه عليها البطن برضو مدرك التغير الطفيف اللي بيحصل في نبارات العياد طبعاً هتقولي إيه ده أنا كأم عارفة الكرام ده والله عقلك البطن عارف أنا عايد أقولك أننا أولادي مثلاً ممكن قبل ما يعيو هبقى عارفة أن ده دخل عطره عية برضو بتيجي من عقلك البطن بس يعني دي علاقة شوية بالطاقة فإحنا منا نجح دعوة بالطاقة بس هي الفكرة عامة بشكل عام أن كأم عامة عندها القدرة أنها تقدر تعرف الاختلاف الطفيف اللي بيحصل في نبارات العياد من كتر ما هي أنا كنت عايزة أسألك بقى بالنسبة للأطفال لو أنا أقدر أعرف طفلي بيجذب أعمل حاجة بره مثلاً أنا سألت مين اللي عمل كده ما شاء الله البيت كله بيلك مش أنا فإن ده بتحس أني في أكائنات خارجية عايشة معك في البيت هي اللي بتقوم بالعمليات الخفية دي لأن تقدري طبعاً تعرف بسكولة فإنت إذا تقدر تفرق من خلال أنا سألت السؤال وكل واحد عمل تعبير معين إذا قدر عمل التعبيرات أكثر لها ولادي ما يتفرقوش على الجزء ده خمس عشان ما هيجعرف أثر رديل واحد التعبيرات الحديث طبعاً بتنده من علم السلوك الحركة أو اللغة الجسد ولكن خلينا أقولك تقدر تستفيدي إزاي بيها في الفراسة وتقدر تستفيدي إزاي فيها بلغة الجسد بالفراسة تقدر تعرفي من صفات ولادك هم أكتر حاجة بيميلوا لها إيه خاصة إن الصفات بتتغير أو الملامح بتتغير كل أربع سنين وبالتالي في مرحلة المراقع على سبيل المثال تقدر تعرف الشخص ده قد يتصرف إزاي في مجموعة من الأمور لأنك عرفت الصفات بتاعته اللي حيبتدي يتعامل على أساسها طيب الحركات بقى أو التعبيرات اللي ممكن تعرف بيها إذا كان الشخص ده ليجد أو لا تعبيرات كتيرة جداً 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 بس ده يرسل زي ما نحن نتكلم في الوقت كذا لا بعد الفاصل إحنا في فاصل ولا فيش فاصل دلاتي جداً ماشي أوكي لو في فاصل في فاصل طيب فاصل بعد يعني نقدر نكمل طيب إحنا قلنا إن رسمة العين كمان بعدها هل رسمة العين بقى سواء واسعة أو ديقة طبعاً ده غير البعد طبعاً كلما كانت العين واسعة وكلما كان بقبق العين بيلمع كلما كان الشخص ده عاطفي وبيقدر يعبر عن الحاجات اللي بوها كلما كان بقبق العين ديق وفي بياض تحت العين كل ده مكان دليل على إن الشخص الفترة دي تحت ضغط عصب جديد وبالتالي إنت مفروض تكون حريص مع الناس اللي البقبق بتاعها بيدي أكتر وأكتر لأنه ده معنى أن هما تحت ضغط كبير فما تضغطش عليهم أكتر من كده ضغط عصب يعني يعني أنه بتعصبوا بسرعة أو بيتأثروا بأي حاجة بسرعة ممكن يكون متأثر بمجموعة من الأحداث بتحصل في الفترة دي ضغطة عليه جداً جداً يبقى الناس اللي هي الإكتئابيين أو اللي هما بيميروا الانتحار أو كده تقدر تعرف إذا كان الشخص ده قد يميل للانتحار ولأ من نسبة الضغط اللي تحت عينيه فلو عينيه محاطة بالبياض يعني أي عين بتاعت أي شخص غالباً ما هيكون أسود مش أبيض أسود والجنبين بس أبيض فيه ناس بقبوا العين بيعطي يديه يديه لحداً ما فعلاً بيكون نقطة صغيرة محاطة بالأبيض من جميع الجهات قد تكبيرت العين نفسه بيبقى أكبر من سوادي أكبر من النيني أكبر من النيني ده معناً أن الشخص ده تحت الديه نفسي شديد وبالتالي معرض للانتحار طبعاً معرض على الأقل أنه هو يفكر كتير بأفكار سلبي أو خاصة لو كانت الحواجب بتاعته كثيفة الشخص اللي حواجبه كثيفة غالباً ما بيكون مفكر وزي ما اتفقنا لو كانت الجابهة بتاعته عالية لفوق كل حاجات دي بتدل على أن الشخص ده بيفكر كتير جداً ويا سلام بقى لو البقء بتاعه نازل لتاعت كده يعني بخطين فده معناً أن الشخص ده متشائم ولو العين بتاعته طلع على الفوق فده معناً أنه هو انتقادي فتخيال بقى شخص انتقادي متشائم بيفكر كتير يميل ضغط النفسي فده هنجيبه من على قطر دلوقتي طب الصلع يعني ذكاء زكاء يعني الشخص كلما كان ما لم يكن مرضي كلما شعرك خف أو بقى منعكش كلما كان مفروض دليل على نشاط الكهرابي الزيادة في الموقع عشان كده أينشتاين نشاط الكهرابي احنا عفينه نشاط الكهرابي كل الناس سبيك والحاجات الغريبة بتاعها لعيداً عن سبيك وما بيوقفوا الوحدين نتكلم في اللي بيقف طلقائي زي أينشتاين مثلاً زي يعني معظم العباقرة هتليهم كده لهم يعني زي شعر العباقرة كده أو المفكرين بيبقى شعرهم حتى لو خفيف بس بيبقى واخد فوليام عالي شوية الشعر عملاً بيسحب كتير من الغذاء بتاع الدماغ فكلما كان الشعر صحي قوي وشخص مهتم بيه جداً والشخص خويس طبعاً لو ما استعانش بمركبات بقى كيميائية وحاجات كده لو هو الشخص بتاعه أصلاً طبيعته كده ده محنان هو بيسحب فعلاً غذاء كتير جداً من المخ وبالتالي هتكون مش غابي ولكن قدرته يعني الزهنية شوية هتلاقيها مختلفة عن الشخص الشعره أكرد الشعره أكرد تلاقيه هنا نسبة الكهربا مش موجهة للشخص طبعاً دي جماعة حاجات فيه دي احنا قلنا في الأزواج بها في الأزواج انت ما تسحى الصبح هتلاقي مراتك من عكيشة قدامك كده ده معنان هي زكية وهي كده زكية بتحبك عايز أقولك أنه برا يعني في أمريكا بالذات معتقدين تماماً أن الناس البروند اللي شعرها ناعم أغبية تماماً حتى كانوا عاملين إعلان في مرة وعدة بمفروض بلوند داخلها مكتبة فبتقول لو سمحت عايزة سندويتش فالله باطي صوتك دي مكتبة اخلي معلش ناسم لو سمحت عايزة سندويتش طبعاً ايه مكتبة أصلاً مكتبة ومفي سندويتش فده الكونسبت بتاع الغرب برا على الناس البروند دي طبعاً ده احنا عكسينا بقى احنا بنشوفهم الله دول جمال قوي دول لأنش بقى باربي دي حاجة ودي حاجة يعني كلما كان الشعر أصلاك وده دل على الزكاء يعني دل على كتر الكهرباء في الدماغ اللي هي غالباً نتجع عن التفكير طبعاً ما نتجعش نقول زكي أو لا ولكن برضو لو الشخص ده مثلاً الجابهة بتاعته يعني أنا عايز بصي الكاميرا تكون كده يا مثلاً شايفين الجابهة كده الزاوية بتاعت الجابهة دي لو الشخص الجابهة بتاعته منحدرة الورى فده معناه أن التفكير بتاعه بيكون شامل أكتر من حاجة في نفس الوقت أما لو الجابها بتاعته مستقيمة كده فده معناه أن شخص بيفكر في الأمور نقطة ورى نقطة طب لو الجابها بتاعته لها نوع من أنواع الوقب كده الشخص ده غالباً مبدع وبيفكر في حاجات بيبتكرها من الأول يعني لو كده يبقى دوة مبدع ده اللي هو بيبقى أكتر في الفنانين أو النحاتين الرسامين أو اللي بيعملوا الهندمين أو مخترعين حاجات كتير جداً زي مثلاً الأذن تقدر تعرف إذا كان الشخص ده بيحب الموسيقى أو لا من الحفة الخارجية يعني برضو هون من الحفة الخارجية هنا للأذن لو كانت مدورة جداً تقدر تعرف إذا كان بيحب الموسيقى أو لا طبعاً زي ما اتفقنا وترتق ده بقى كده الرفارف بتبقى إيه الشخص اللي برضو ما لم يكن مرة دي الشخص اللي عنده ودانه كده غالباً بيكون عنده القدرة على التعامل مع المال كويس أو بيبصر كل حاجة بالمنفعة يعني أنا هستفيد إيه وده في الأصل مش غلط على فكرة إن أنت تشوف أنت مصلحتك في إيه مش غلط ولكن بعد الأوقات يعني أصلي في ناس بيبقى تعاملاتها مادية بحتة بالزبط هاخد إيه وقدي إيه واحد زي أدوه هتفوه اتنين بعد الأوقات المنفعة كمان بتضغى على المصلحة الآخرين مش شكراً لك نعندي خلص مصلحة الآخرين مهم مصلحة إيه ده بيتوافق بقى مع الشخص اللي احنا بنسميه السادة الأنف الإسرائيلي أو الأنف المعقوف يعني اللي هو بيبقى أنف وعمل زي منقار كده شويس آه بالزبط كده ده بيبقى يعني بيجد الاستثمار جداً والتعامل مع المال بشكل يعني عالي جداً فأنا لو حدي فلوسي لحد غالباً اديها للشخص وده أنا بترفقه وعمل كده آه ده يبقى كويس جداً حيستثمر لك حلو بس بدي عددك القدرة برضه على الستثمار بشكل حل حلوة إيه في شركة برا لواحد اسمه بول إكمان راجل ده يعني يعد كده شخص اللي حط البادي لانجوتش على الخريطة بتاعتنا يعني لأنه اكتشف حاجة اسمها المشاعر السابعين الشخص ده محموله مسلسل مخصوص اسمه بيكلم على قد إيه هو كانوا بيستعينوا في الـ CIA وفي الـ FBI وفي شركات كبيرة جداً عشان يقدر يحدد إذا كان الناس اللي قدامه دي بتجذب ولا بتجذبش إذا كان الشخص اللي انت هتكتعامل معاه ده عنده القدرة فعلياً على أنه هو ينجح بشركة بتاعتك أو لا فتقدر أنه انت تحدد الموظفين اللي داخلين عندك وصاصة أصحاب المديرين أو أصحاب المناصب العليا فتقدر تعرف أنا هجيب واحد يديرلي الاستثمار بتاعي هل ده هيعرف يدير الاستثمار بتاعي أو لا؟ أو لا هده يعني بقى بالضبط جداً فطبعاً الموضوع ده مرتبط قوي قوي بنقطة الفلوس يعني حلو قوي سرعاً إيه هنطلع فاصل يا شباب اللي إيه هنطلع فاصل رجعنا لكم بعض الفاصل وهنكمل موضوع ما الشيء جداً لغة الجسد بقى حركات إيدينا وقفتنا تشبيكي الإيدين اللي أنا قاعدها مثلاً هو أنا بس الكرسي أنا أعني مش هو بس اللي سبب لي أزم إيه بقى لغة الجسد بس بقى أقرى الشخص بقى إزاي أو إيه اللي أنا نتكلم على انترفيو طبعاً عشان معظم الناس ما بتروح انترفيو ممكن يبقى كل حاجة ماشية صح بس هو ما ننجحش في الانترفيو بيهي بقى بس بقى أولاً الموضوع اللي هي علاقة بمشاعرك اللجواك مشاعرك اللجواك بتتحرك بشكل ترقائي وبتخرج أعلى حركات أنت بتعمل عندنا أكثر من الحاجة حاجة اسمها بوسترز اللي هي الوقفة القعدة خطوتك دي اسمها بوسترز حاجات سابتة ليك عندنا كمان حاجة اسمها الجسترز اللي هي العلمات اللي بتعملها بإيدك بتعملها براسك بتعملها بجسمك فيه كمان حاجة اسمها الإكسبريشنز اللي هي التعبيرات في منها نوعين ماكرو إكسبريشن تعبيرات وضحة وميكرو إكسبريشن تعبيرات دقيقة الحاجات دي لما بتبتدي تدرسها وتجمعها مع بعض سيما اتفقنا بتكون كلمات أشبع باللغة بالزبط فتقدر تعرف حاجات كتير جدا عن الشخص اللي قدامك وعن مشاعره اللي بيقولها في كلامه أو ما وراء كلامه يعني وتقدر تعرف بقى حاجات كتير فللأسف عدم تحكمنا في الحكاية دي وعدم إدراقنا وعدم وعينا بالموضوع بيخلي الموضوع صعب بيخليك أوقات تبقى أنت كويس جدا وعندك مهارات ممتازة جدا في الانترفيه ولكن انت مش عارف تقدم نفسك بالشكل الكويس في نقطة برضو مهمة جدا معظم الناس هتحكم عليك بمجرد ما تشوفك في أول تلاتين ثانية غالبا هيصنفوا فيك حداشر نقطة الكلام ده بيحصل بشكل تلقائي ما تسمعش أي حد يقولك لا لا أنا ما بصنفش أنا ما بعتمدش على الشكل الخارجي كلنا بنعمل ده وبشكل تلقائي وبالتالي طالما كده كده انت هتعمله اتعلم تعمله صح طالما كده كده هيتعلم هيتقري عليك او خلاص اتطبيت عليك فتعلم مفاح ان انت تظهر بالصورة الإجابية اللي انت عايز تظهر بي طيب ازاي على سبيل المثال طبعا الكلام ده كبير شوية وموضوع طويل ولكن هنحاول بقدر الإمكان نحصل أكتر حاجة خلينا نوجه كلام في الانترفيو وكشف كده لو انت داخل انترفيو أظهر ازاي طبعا بداية من دخولك للمكتب اللي انت داخله بيباني كذا حاجة من ضمنهم الخطة بتاعتك حضرك فيه واحد يقوم مخبط خطة كده ضعيفة جدا ومتودرة وخايف ان هو يخش طبعا انا كواحد جوا في الانترفيو انترفيو اعملت انترفيوهر كتير اولا انا عايز احس ان الشخص اللي داخل علي ده داخل مالي مركزه يعني انت داخل عارف انت داخل فين عندك خط نفسك وطبعا كل حاجة الاتزان فيها مفلوب يعني ما تزعش الباب يعني ولا ان انت ايه تغبط بالعقل فانت خبط مثلا من مرة لترات مرات بشكل واضح وقوي وبعدين افتح الباب وبص للشخص اللي قدامك في عانيه بابتسامة بسيطة وقوله سلام عليكم او صباح الخير او مساء الخير وابتدي ادخل ما تقولش لو سمعت ادخل بعد اذنك اخش اقف بره ولا اعمل ايه ما يتحس ان انت متردد وانت داخل المشي بتاعتك بتحدد كتير من شخصيتك ماشي اهان ماشي لو انت ماشي بخطوات بطيئة ده معناه ان انت حاسس بقوة نفسك لو انت ماشي بخطوات سريعة معناه ان انت نشيط ولكن حاسس بان انت وليل شوية طيب الكلام ده بناء على ايه او استناداء على ايه شوفي كده اي رئيس شفتيه في حياتك شفتيه بيجري لا شفتيه مستعجل لا خطوة رجلو بتبقى واسعة شوية بس فيها جسم الفروض كله شفتي لوها بيجري شفتي العسكر بتجري شفتي الزباط الصغيرين بيجري كلما كان خطوتك بطيئة كلما كان معناها ان انت تقيل حتى في المعلمين حتى في الناس اللي قاعدين فيها على القهوة كلما كان شخص كبير في السن وهيبة كلما ماشي بالراحة طبعا عندنا معتقد دي بقى لك الطول هيبة صح؟ وحقيقي الطول هيبة طيب اصدقي في رجالة طيب رجالة مش الوقت وانت داخل على شخص ما دايما معروف ان المساحة او الارتفاع بيديلك سلطة طب انا قصير اتفع ازاي تخلي جسمك واقف ثابت ما تبقاش اعمل كده تبقاش ماشي بوسط للتاعة تخيل كده واحد قاعد بالقاعدة دي انت تحسن ان هو وصك في نفسه؟ نا طبع طب واحد قاعد كده شكله طويل حتى لو هو مش طويل بيجي ازاي من الجسم جسم يجموته شوية وبالتالي وانا ماشي بمشي مفروض بخطوات بطيئة طبعا ايدي ما بتروحش يمين وشمانز انا ما عافش احنا بنمشي كده يعني في ناس بتلاقيه ماشي اوه في ناس كده خلي ايدي جنبيك عضرتك في ناس بتمشي بتبقى قبضت ايديك كده كلما كانت قبضت ايديك كده كلما كنت انت بني قدم تحت ضغطه وعصبي ومتوتر فانا بقلق منك يعني انت مفروض داخل على انترفيو عايز تحسسني بالثقة بتقوم مخبط فاتح داخل مبتسم وشك في وشي ماشي بخطوات بطيئة بس مش بطيئة قوي يعني معتادلة ده مقوف نفس الوقت تفارد ظهرك وجسمك طبعا بتقعد يفضل على يمين الشخص اللي قاعد لان هو كلما بص يمين كلما حس ان الشخص اللي قدامه مهم كلما بص شمال كلما كان اقل اهمية شوية فبشكل تلقائي احنا لو قاعدين واثنين صاحب سلطة واحد فيهم اعلى من تاني هتلاقي صاحب السلطة قاعد على يمين وصاحب السلطة الاقل قاعد على الشمين فبالتالي حاول بقدر امكان تقعد على يمينك غالبا ما بيكون الانترفيور زاكي شوية بيكون قاعد هو ورا مكتب وحاطتلك الكرسي بتاعك بعيد شوية عشان يقدر يلاقي بكل حاجة انت تهمي حركاتك قط سواء فاهم او مش فاهم زي ما انت فاقنا عليك البطن فاهم حاجات كتير من الحاجات دي بس لو فاهم الموضوع بيكون اخطر شوية طب يبطيه يشوفك فاول ما تيجي تقعد عايزين بقى ناخد الكادر اوسع بصبا اول ما تيجي تقعد فيه ناس بتقعد عاملة كده طبعا ده ما ينفعش كده ان انت قاعد مغطي نفسك ده معناه ان انت حاسس انك تحت ضغط فعليا الوقفة اللي احنا بنقافها بالمنظر ده كده بتكون غالبا ما بتسمع تهزيق او اتهم وبالتالي انت لو عايز تتوبخ يعني اه لو انت عايز تضح بشكل تكون وثق في نفسك دايما زي وقفة الزباة كده ده معناه ان انا ما عنديش حاجة خايف عليها او خبيها طبعا حيث ان انت تحط ايدك في جيبك ده معناه ان انت غالبا متوتر وغالبا عندك حاجة بتخبيها تحاول بقدر الامكان تبعد عن الموضوع ده سواء وانت قاعد او انت وقف فوانا قاعد عايز ابقى باين ان انا شخص واسط بنفسي بقوم فارد ظهري جدا على القاعدة بتاعتي وبقوم حاطد ايدي على ايد الكرسي او على المنظر ده وياريت ايدك تكون مفتوحة حاول بقدر الامكان ما تقفلش ايدك البني ادم بيجد صعوبة كبيرة جدا في ان هو يجذب ويده مفتوحة وبالتالي اللي قدامك هيصدق اكتر لو انت ايدك مفتوحة عن ان انت ايدك مغلقة وفقا لعالم اسمه ابرت مرهن الراجل ده امريكي من اصل لبناني عمل كتاب مهم جدا جدا بيتكلم على الانبهيبير اللي هو الكمينيكيشن ودوت اكشن ودوت ووردز اه من غير الكلام فهو بيقول ان عمتا اي رسالة في الدنيا انت بتوصلها اي حاجة وليه اي رسالة في الدنيا انت بتوصلها غالبا 7% منهم ليه علاقة بالكلام و38% نبرة الصوت و55% البادي لانجوش بتاعتك 15% منهم 17 اللي هي وقفتك ولبسك وحاكتك الكلام اللي احنا تكلمنا عنه و40% منهم حركتك فطبعا وانت رايح الانتروفيو لازم تهتم جدا جدا اه طيب انت قلت كمان انها في الانتروفيوشن هما بيسألوا طب انت درتي انا داخل انتروفيو هل فيه ناس تقولك ما تبصش قوي في عين اللي بيكلمك من الاحترام تبقى عينك يعني على قل كده ولا ابص في عينه بكل ثقة وتكلم وتبص كده دي لما تكون داخل بالشرباط انت داخل في مجال سوق العمل لكن سوق العمل لازم عيني في عين اللي بيتكلم وبصد سوق الوايس نقطة مهمة جدا مكاسة هما سألوا هل عيني في عينه يعني انا مسابت عيني في عينه لا طبعا ده تحدي ما كنت هقولك يعني فيه ناس تبقى انت كده بتتحداني مثلا انتش خايف مني انت متخافش برضو مني بالتحية تكون متزمة انا بسس عيني في عينه لما بقولك ان اي كونتكت في الاول بابتسامة بعد كده بشكل مبسط هتبصله في الجهز ده يعني في المسلس ده كده كده طبعا لو بنت حاول برضو بقيه تبص في فشاها شوية طبعا لو ولد عايز بتركز في الجزء ده كله طبب بس اهم حاجة لو انت عايز توطر اللي قدامك فعلا بصره هنا فدي حتبقى امر يعني يثير التوتر لو هو مثلا ايه حد انت عايز تتحدى بصره بالمنزل طب فيه فرق بين ان انا ابصره بين عينيه كنظرة ساقبة كده بزار ولا ان انا ابص بملمح وش خشب ازي ما بيقوله كده انا مصدر عيني كده في عينه ولا ان انا تبقى عيني ساقبة كده في العين الثالثة والله انت في الاصل هنا عايز تكون شخص واسق وفي نفس الوقت شخص ودي فانت لما هتبص عينك تجي في عينيه ياريد تكون بتضحك او بتبتسم لان انت عشان تعمل باقي الحاجات اللي حاجة تقولي عليها عايزها تستخدمها في غرض تاني يعني مثلا في المفاوضات لأ بصله زي ما انت عايز تبصله في التحقيقات لأ عينك في قلب عينيه مفيش هاي مشكلة لانت عايز تخوفه اصلا انما انت عايز هنا تحصل منه على حاجة الفكرة في الاتزان انه ما يشوفكش مكسوف وما يشوفكش جريء زيادة عن الرزوم يعني انا افتكر كويس ان كان فيه انترفيو تعمل مع حد فكان شاطر جدا في لغة الجسد لدرجة انه تقريبا هو اللي عمل انترفيوه عن انترفيوه فانا كنت قاعد فهو حلو جدا الولد ده كويس ولكن مش هيتعين وفعلا ما تعاينش لان هو قدراته اعلى من قدرات المدير بتاعه مش بس كده انت حاولت هنا تظهر نفسك جدا عليا وما فيش بني قدم في الدنيا بيحب ان حد يكون اعلى منه ايه انه هو الراجل بتاع الانترفيوهر فبالتاني مش هيحب ده احنا للأسف هيبقى لدن دقيقة كنت عايز اسأل بقى على اخر حاجة للأسف احنا يبقى لنا حلقات ثانية ان شاء الله الرجل بقى اللي بيحط رجل على ايهانة انا واحدة من الناس ما عافش عود غير لما حط رجل على الرجل عايز اقولك انا ممكن حتى في الموصلات ممكن تريني قاعدة حتى رجل على الرجل مش اعظمهم هانهم والله بس انا عافش عود غير كده هي مش معناها ايهانة ولا حاجة انت غالبا جسمك والنقطة دي مهم جدا كويس ان احنا هنختن بيها غالبا جسمك في حاجة في مخكة اسمها الجهاز الحوفي الجهاز الحوفي ده هو المسؤول عن شعورك انت بالامان وبالتالي الحركة اللي احنا قلنا عليها اه هي في الفعل في الاصل حركة دفاعية وبتدول الفعل ان انت متضايق ولكن زي ما اتفقنا ما نقدرش نحكم من حركة واحدة طب انا اقولك الحاجة في بعض البسترات اه بعض البسترات او كده بيوفوا يتصوروا كده بالعجلة بتجوم عظمة انا اقولك اهو بك الحركة دي حركة دفاعية عشان جسمك يحاول يحافظ على كمية الطاقة بتاعته وبالتالي انا امتى اقول ان ان انت متضايق لو قاعد بتتكلم معي عادي ونفتح علي وفجأة روح تراجع بظهرك لوراك وبعدين روح تمربع ايدك ومربع رجلك وسحبت نفسك من الكريم هنا انت متضايق الجملة نفسها الامائية دلت على ان اكتر من علامة بتدولها ان انت حصل موقف خلقت دايق ولكن زي ما انت تقولتك البستر اللي انا واقف فيه وشي مفروض ضهري مفروض بصص الكاميرا كويس فده ده ليل على الثقة جيبها حاجة وصعد حاجة نازل انت تخبرك منها اهم نقطة نقطة الرجل برضو الرجل انت ممكن تكون ساحب رجلك كده لورا بمنظر يعني نحاول برضو نجيب الكاميرا اخر حاجة عشان نافق المهم يعني انت ممكن تسحب رجلك لورا فهنا تحس الشخص اللي قدامك انه هو منسحب وخايف من التواصل ده تحطت احت الكرسي شوية انت هنا عامل اغلاق ولكن انت منسحب عكس ما تعمل رجل على رجل فانت حاطت رجلك كده وفي نفس الوقت ظهرك مفروض ووشك مفروض انت عامل هنا حاجز ولكن بثقة انا واثق في ريا جدا جدا واثق في نفسي بس مش هعايز اللي قدامي يقرب مني طبعا السيدات بقى لما بتحط رجل على رجل مش هتعرف تعمل حارقة الغريبة دي فبتحط كده احنا ببنعرفش تعملها عندنا يعني فبيعملوا بالمنظر ده المنظر ده اصلا اه بالزبط كده او ان هي تحط بالمنظر ده او تحط رجل اللي اتنين على جامل ممتاز صح كده الوضعين اللي احنا شفناهم دول اللي هما الوضعيات بتاعة الامراء وغالبا ما بتلاقي تمام احنا للأسف حلقتنا خلصت وتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم النهاردة حاجة مفيدة مع دكتور حسن بنشكرك جدا يا دكتور حسن ونورتنا في حلقة الحياة محاوة انتظرونا في حلقة جديدة موضوع جديد كنت سعيدة جدا معاكم موسيقى